السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنشارك معكم الكسرة الجزائرية محشية سنشوف مع بعض طريقة الحشو سنشوف العجن سنشوف تشكيل العجن وبطرق مختلفة هذا الفيديو سيكون شامل وكامل وإذا شفتوه حتى النهاية ستكونوا خذيتوا جميع الأفكار لتقدروا تعرفها على هذه الفطائر رح نقولوا بسم الله وندخلوا مباشرة في المقادير وطريقة التحذير عندي ثلاث حبات من البصل كنت فرمتهم ناعم يعني كما رحكم تشوفوا في الصورة وكذلك هدرت النفس الشي بالنسبة إلى الطامة مخدت ثلاث حبات وفرمتهم بعد من زعتهم القشور عندي الملح وعندي الفلفل الأسود هنا عندي معجون الفلفل حلو أنا داري الوصفة في القناة ورح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف إذا حبيتوا تشوفوها وعندي نفس المقدار من الطماطم المركزة وهي ملعقة صغيرة مملوئة جيدا وعندي حوالي خمس ملعقة كبيرة من الزيت أنا فرمت البصل والطماطم في هاد المفرامة إذا ما عندكمش ديرو في محاذرة الطعام اللي ما عندوش معجون الفلفل حلو يقدر يدير البابريكا ولا الفلفل عكري هنا كنت خذيت مقلات شالت نار متوسطة في الرغط كمية الزيت ورح نبدأ في تحميس البصل يعني هنا البصل مشي ضروري تكرم له فقط رح نتحصله أعلى اللون الشفاف نحن نحركه بتحريك خفيف فقط باش يمتزج المكونات رح ندير الغيطة ورح نخلي هاد البصل حوالي خمس دقائق فوق نبعد حوالي خمس دقائق رح تلقاه البصل بهذا الشكل رح نتبلو المزيج هندريك القليل من الملح لأنه المعجون تعلف الفلفل تاعي يعني فيه الكثير من الملح ولهذا يعني منين طيب به ناخد حذريف الملح ونعدله في النهاية ندفت مركز طماطم رح نديره القليل من الفلفل الأسود ورح نحلح له كامل هادك الفلفل يعني هاد المعجون جاي مركز ولا كونسانتخي من الداروري يعني الحلح له مليح مليح في هاد البصل إذا كنت ورح تستعملوه في الحزاء داروري يعني تحلح له في كمية من الماء ومبات تفرغوه في القدر ولا في أي حاجة تكونوا طيبو فيها نحن نضيفه كمية الطماطم ونخلطو كل المكونات رح ندير الغطاء ونخلي هاد الحشو حتى يطها تماما يعني هاد الحشوة كدلك تقدروا ديرها في أي حشوة طائر كما تقدروا ديرها في حشوة المحاجب فقط إذا درتوها في حشوة المحاجب يعني من الضروري تزيدو كمية الزيت لأنه في المحاجب أنا هادك الزيت اللي يكون في الحشوة باللون الأحمر نستخدمه في دهن وجه المحاجب لما نكون نطيف فيهم وهكذا رح نتحصل على لون ما شاء الله إذا حبيتوا الطريقة والفيديو رح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف هنا كما شفتوا يعني الحشوة طابت لي تماما وضروري تبخروا كامل كمية السائل الموجودة يعني الحشوة لازم تكون ناشف مليح مليح هكذا باش لما نحشو بها هادوك الفاطائر ولا هادك الكسرة ما رحاش يخرجنا الحشوة للخارج هنا الحشوة راهي جاهزة رح نطفلها ونخليها تبرد تماما بالنسبة للكأس اللي عايرت به المقادير رح نشوف لكم الكاس وشحال يرفض السميد يعني هنا يرفض مية واربعين غرام رح ندير هنا يا ست كؤس يعني راني دايرة خمسة وهذا هو الكأس السادس كذلك رح نحط لكم على الميزان ورح نشوفوا وشحال يوزن الفارينة ولا الطاحين الابيض يعني تقريبا رح تكون نفس الكمية ورح ندير نصف ملعقة صغيرة من خميرة الخباس حوالي زوج غرام ملعقة صغيرة مملوقة جيدا من الملح حوالي 15 غرام نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الخاصة بالحلوية حوالي 1 إلى 2 غرام ورح ناخد ملعقة كبيرة ونصف من الزبدة حوالي 50 غرام كمية زيت رح تكون ثلاث أربعة الكأس ولا مياه واختبار خمسة وستين مللي لتر هنا بعد مخلط المكونات رح نفرغ الكمية الزيت رح نروحه وفي العجان الكهربائي ونددتها في العجان الكهربائي وتقدروا بليد كذلك رح ناخده هنا هاد الكا ولا هاد الأدت ونبدأ ونصاب لهوه في العجين يعني فقط رح ندخلوه كمية الزيت ولا مدده دهنيا وفي الأخير رح نكمل بليك خوشي كنت تجربة الكهربائية ستجربة باليد ودرون نفس الطريقة ستجربة نفس الفيديو ستجربة باليد و ستجربة الرابط في صندوق الوصف هنا كنت نحيط الادة التالكاودر تلك خوشي لدي الكأس الأول التال الماء هو ماء عادي من الحنفية يعني ماء فاتر والكأس اللي عايرت به المقادر فيه 220 مليل لتر هنا كنت فرغت الكأس الأول مباشرة ونفرغ في الكأس الثاني بالتدريج هنا كين ملاحظة صغيرة يعني هنا دقيق والسميد التاعكم إذا كان يتشرب ربما رح ياخد لكم زوج كؤوس وربع أنا أخذ لي زوج كؤوس فقط لأنني غيرت نوعية سميد يعني كنت نعجم بسومي وهذا المركة اللي درتها هي ملاء رقيقة جداً هنا هذه الزبدة رح نديرها بعد ما ترتحلي هذه العجينة حوالي خمس دقائق هنا بعد ما ارتحلي العجين خمس دقائق رح نبدأ في إضافة الزبدة إذا درتوا العجين كذلك على اليد رح تخله يرتح كيف كيف وتبدأوا تضيفوا له الزبدة تدريجياً وانتوا ما ركم تدلكوا فيه في نفس الوقت يعني باليد كذلك رح تتحصلوا على نفس النتيجة أنا إذا شفتوا يعني في البداية خليت العجين متماسك نوعاً ما يعني العجينة تعيكنت يابسة ولما نضيف لها الزبدة ومع كثرة الدلك هاد العجينة رح تولي طرية يعني رح تتحصلوا على هذه النتيجة ولي ما هم شفت زاير يعني ما يعرفوش هذا النوعية تها الكسرة يعني هنا نعيطوا له الكسرة اليابسة وهذا الكسرة تجي يابسة نوعاً ما يعني العجين تاحا يجي كما عاجين الطارت والعاجين الصابلي هاكدا باش نقدروا نتحكموا في هاد العاجين هنا كنت خديت العجين درتوا فقصتها العمل قسمته إلى جزئين وهذا الجزء رح نقسمه إلى حوالي 6 أقسام أو أقل يعني على حسب حجم الخبزة يعني ندرت كمية كبيرة تقدروا تقسموا المقادير وديروا ثلاث كؤوس من اسم درقيق مقابل كأس ميناء الفارينة ولطاحن الأبلط رح نخليكم كل المقادير في صندوق الوصف بالكؤوس والغرامات عقدة باش تقدروا تنجحوا في هاده الكسر هنا رح تحاولوا تأخذوا قطع العاجين وتمدلهم الشكل الدائري ما أمكن يعني في النهاية رح تحصلوا على هذه النتيجة هنا يا كنت درت كامل الكوريات بنفس طريقة وراني نكمل في الكورية الأخيرة يعني طريقة التشكير نديرينها في فيديوهات كثيرة إن شاء الله فقط تكون الطريقة واضحة رح نديرهم كيس بلاستيكي ونخلوهم يرتاحوا يعني كل ما ارتاحوا رح يمدوكم نتيجة أفضل هنا بالنسبة للحشوة يعني رحي بردتلي تماما من الضروري تكون بردة هنا عندي القليل من الباتي القليل من الفرماج عندي فرماج مو ثلاثات فرماج كومومبير عندي تونة بسلسة الطماطم وكل مقادير الحشو رح تكون اختيارية يعني فقط لازم يكون عندكم هاد الحشو اللي هو بصل وطماطم فقط وتقدروا تجدرهم فرماج مو ثلاثات يعني هنا الحشوة رح تكون على حسب الذوق وكذلك على حسب المتوفر رح ناخدو كوريا من العجين ونحكم الحلال ونبدأ ونكسلو في العجينة يعني كما تشوفو العجينة سهلات جدا يعني كان بزاف لي يغلطو في العجينة تاع هاد الكسرة اليابسة ولا الفطير كما قولوا له في بعض المناطق يعني كطروا لها السوائل ويديروها رطبا نوعا ما وبالتالي رح تجيهم عملية تشكيل هاد الكسرة صعبة كثيرا فمن الضروري يعني تديروا العجينة تاعكم يبسى نوعا ما هكذا بش تقدروا تتحصلوا على النتيجة المرجوة هنا يراني نكسل فيها ونحاول نتحصل على الشكل الدائري ما أمكن حاولوا كذلك تكسلوها رقيقة ولا السمك التاحة يكون رقيق جدا لأننا رح نضيف لها يعني طبقة أخرى ولهذا رح يكون العجين مضاعف ومن الضروري يكون العجين رقيق هنا رح نوري لكم فقط يعني السمك التاحة حوالي 2 ميلي متر هنا من الضروري ترقوها هكذا بش تحصلوا على نتيجة مليحة هاد الفيديو جا طاويل نوعا ما يعني مشي من عادتين دير الفيديو هاد الطاويلة لكن في هاد الفيديو يعني درتلكم الحشوة بالتفصيل للمبتدئات وتقدروا تستغلوها في الكثير من أنواع الفطائر كذلك هادرنا كل الطرق لي تقدرو تشكلوا بهم هاد العجين ولا هاد الفطائرة هنا كما شفتو يعني شكلت خبزتين للمبتدئات رح نجيبو ورق الزبدة يعني رح تحطوه فوق البلوندو تخافاي ويني تقدرو تكسلوا العجين فوقوه مباشرة رح نديرو هنا يا ورق الزبدة فقط لما نرفضو هاد الكسرة يعني رح نرفضوها ونحطوها في الطاجين ولا في المري بكل سهولة نخطي الحشوة اللي راهي باردة تماما رح نعمروا الخبزة كامل بالحشو فقط رح نخلو الأطراف هنا درت التونة وحاولوا يعني تفتوها فتاة صغير صغير من الدروري يكون السطح مستوي هادا بشطي بلكم هاد الكسرة محمرة من كل الجهات درت القليل من الفرماج ورح نزيد ندير الخبزة الثانية من فوق هنا ما تخافوش يعني إذا جاتكم شوية كبيرة رح تعاودوا ترقعوها لأنه هاد العجين يعني متماسك وسهل الاستعمال بعد ما تديروا الحشو تديروا الخبزة الثانية رح تحكموا الأطراف وديروا لهم بالأصابح كما رانيا نديرهم يعني رح نرقوهم تماما لأننا رح نثنيوهم ولازم يكونوا أرقاق هاكدا باش لما نديرهم فالطاجين يعني رح يطيبونه ما رحش يبقوا خضورة بالنسبة لطارقة الثانية يعني سهلة جدا كما رحكم تشوفوا في الصورة يعني فقط رح نجيبوا العجين من الأطراف ونثنيوها إلى الداخل يعني هاكدا رح نضمنوا باللي الفاطيرة تعنا ما رحاش يخرج منها الحشو نهائيا إذا ما تعرفوش هذ الطريقة يعني لو درتوها مرة أو إثنى رح تجيكم سهلة جدا بعد ما تكسلوا أطراف الفاطيرة رح تحكموا شوكا ورح تضغطوا على الأطراف وبالتالي رح تتذكر لكم هذه الخبزة هيا رح نكمل بنفس طريقة حتى نغلق كامل الفاطيرة ديالي رح نزيد نعود نكبسها لها قليلا حكدا باش يكون السطح مستوي رح نديروا لها فتحة باش يخرج لها الهواء ومباشرة وبكل سهولة رح نرفضوها ونحطوها في الطاجين أنا استخدمت هذا الطاجين وهذا طاجين إذا طيبتو فيه لازم النار التاعكم تكون من متوسطة إلى هادئة باش تقدروا تحصلوا على خبزة تكون ذهبية اللون ولا تكون دوغي إذا قويتو له النار رح تحرق لكم الخبزة مباشرة وإذا استخدمتو طاجين انتع الفخار ولا تعطين من المستحسن تكون النار القوية لأنه الفخار يعني رح يطيبها لكم كامل دوغي حتى وتكون النار القوية يعني هنا بعد ما طيبتها من الجهة السفلية قلبتها على الجهة الأخرى نحاولو تاخذوا أي سباتشيل ولا أي غطاء انتع مقلات ولا كسرونة تكون عندكم وديروا هاد الحركة هكذا باش يوليكم السطح مستوي ورح تطيب لكم دوغي من الجهتين أنا تحصلتها لهذا النتيجة رح نحطها جانبا ورح نبدأ في الطريقة ثانية للتشكيل رح نكسل العجن بنفس الطريقة لكن هنايا رح نحشي النصف الخبزة فقط هنا رح تديروا الحشو على حسب الاختيار المهم الحشو يعني ما تديروش طبقة ساميكة هكذا باش لما تكونوا طيبوا فيها رح تجي طوغي من كل الجهتين للمبتدئات تقدروا تديروا كذلك على ورق الزبدة يعني أنا في كل مرة ننسى روحي وندير مباشرة لأنني ما نش متعودة ندير بورق الزبدة المبتدئة تديروا ورق الزبدة رح تجيكم الطريقة السهلة جداً يعني هنا رح نبيكي وكذلك كل الأطراف ولا رح نرقوا الأطراف ونحن نثنيوهم بنفس الطريقة أنا دلت لكم ثلث طرق للتشكيل لكن صراحة هذه هي الطريقة الأجمل يعني هذه هي الطريقة اللي نحتمدها أنا في الكسرة المحشية أنا رح تتحصلوا على هذه النتيجة نصر إحلين نقدر نقول لكم باش تنجحوا في هذه الكسرة يعني العجينة تاكم لازم تكون يابسة نوعاً ما ما تكونش طريقة بزاف وإلا ما تقدرواش تتحكموه في الشكل تاع الفاطيرة وكذلك الحشو يعني حاولوا تديروا طبقة رقيقة ولما ديروا يعني توجوه يعني الضغطوا على هديك الفاطيرة بلطف هكذا باش تحصلوا على سطح مستوي ولما تكونوا طيبوا فيها في الطاجين رح تكون طيبة مليح يعني لو كترتوا الحشو الجيه الأولى اللي رح ترميوها مباشرة في الطاجين ولا في المريه رح تكون طيبة مليح ولما تقلبوها من الجهة الأخرى يعني رح يتحمروا لكم الجزء فقط من الفاطيرة والأطراف كامر رح يبقوا لكم بيوضة هنا رح تديروا فتحة كذلك للعجين يعني ما تنسوهاش هكذا مش متتفتحي لكمش الخبزة ورح نطيبوهم بهذا الشكل نحن كذلك رح نزيد نديروا فتحة للهواء من الجهة الأخرى بتاع العجين رح نحاولوا ان نضغطوا بالملعقة ولا سباتشيل يعني توجو باش نتحصلوا على السطح المستوي هنا النار تاعي راهي من متوسطة إلى هادية من الدروري تمدوا أهمية كذلك للطهو هذه الفطار ولأي حاجة تكون رح تطيبوها سواء في الفرن أو في المقلات يعني كل مرحلة من الطهو هي مرحلة مهمة ومن الضروري نمدوا لها الوقت الكافي هنا بعد ما طيبتها من الجهتين راني نحاول نضيبها من الجهة السفلية هكذا باش تكون الفطيرة يعني دوغي ومن كل الجهة هنا رح تخلوها حوالي دقيقة فقط ورح تكون بهذا الشكل هنا رح نروحوا للطريقة الثالثة يعني هنا حاولوا تحشوا ربع الخبزة فقط ورح تديرهم متخالفين يعني وحدة من اليمين ووحدة من اليسار هنا رح نديروا الحشوة اللي حبينا ونحاول نديروا طبقة رقيقة هنا قسمت الخبزة في المنتصف رح نحاول نتنيها من هاد الجهة ونحاول يعني نضغط على الأطرف هكذا باش ما تخرجناش الحشوة رح نزيد نحاول ندور الخبزة التاعي يعني صراحة ورق الزبدة رح يكون مفيد جدا وخصوصا بالنسبة للمبتدئة كذلك رح ندير نفس الشيء يعني عامل يد ضغط أطراف الفطيرة مهمة جدا وفي أي نوع من الفطائر هنا يتقدروا تديروا هذه التانية لدرتها في البداية لكن يعني أنا الخبزة التاعي كانت شوية صغيرة ولكن نثنيها بالطريقة لدرتها في البداية يعني رح يولي الحجم تاع الفطائر صغير جدا ولهذا يعني درت الأطراف بالشوكة فقط رح نكمل كامل الأطراف تاع الفطائر رح تحصلوا على هذه النتيجة مباشرة رح نرفضهم للطاجين اللي كنا سخناها على نار من متوسطة إلى هادئة ورح ندير نفس طريقة تطبعه يعني هنا درنا خبزة كاملة تقدروا تديروا هذا الطريقة كذلك هي طريقة عملية وتقدروا تقسموا وتديروا فطائر يعني دارين على شكل نصف قرص ولا نصف خبزة تقدروا تقسمهم على أربعة المهم في النهاية رح تحصلوا على كسرة تكون لذيذة جدا هنفتحت لكم خبزة فقط باش تشوفوا الحشو من الداخل هنا كل ما كان الحشو فاخر ونوعية الفرمج يعني النوعية ممتازة رح تتحصلوا على فطائر تكون أفضل في الطعم وإلا يعني هاد الفطائر فقط بالبصل والطماطم رح تتحصلوا على ذوق ما شاء الله هذه نهاية الوصفة ورح نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته